إيراني الجديد وسط احتمالات بأن يكون هناك رد من إيران على هذه الجريمة هي الآن تفجر ليس فقط فلسطين وغزة وإنما المنطقة الشرق الأوسط بأكمله هي تستفز بشكل واضح تنتهك سيادة لبنان تنتهك سيادة إيران تنتهك سيادة سوريا يوميا وبالتالي إسرائيل توتر الأجواء في كل المنطقات كذلك الأمر تجاه اليمن وبالتالي لا توجد عمليا أي تآفاق لاستمرار التهديئة والساعي من أجل الصفقة إلا في إطار حل أشمل على ما يبدو لقضايا المنطقة وهنا يظهر أن المنحة سيأخذ مزيد من التصعيد حتى يكون هناك معالجة إقليمية شاملة ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باغتياء الهنية ووصف الجريمة بالعمل الجبان داعين الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة إسرائيل ويأمل قادة فلسطينيون في أن تشكل هذه الحادثة دافعا للتمسك بنتائج اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي تم توقيعه في بكين الأخ اسماعيل هالية هو مناضل كبير موضع تقدير واحترام من الكوى الفلسطينية كافة من الشعب الفلسطيني وبالتأكيد نحن خسرنا رجل كان يسعى للوحدة وحريص عليها وبدون شك أن أهم جواب يمكن أن يقدم بعد اغتياله هو السعي من أجل إنهاء الانكسام فورا وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والبناء على القضايا التي اتفق عليها في بكين وبالتالي إعطاء جواب فلسطيني موحد عبر تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية اعتبر خبراء فلسطينيون أن مقتل هنية خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية وقالوا إن هذه الجريمة تأتي في إطار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لقادة الفصائل الفلسطينية لا شك أنه اغتيال الشهيد إسماعيل الهنية هو خسارة فادحة للشعب الفلسطيني ولقيادته السياسية وخسارة شخصية وإنسانية لرجل قضى كل عمره في الدفاع عن قضية شعبه لكن كما اعتدنا إسرائيل اغتالت كل قادة الشعب الفلسطيني من كل التنظيمات أولهم الشهيد ياس عرفات الذي استشهد اغتيالا وأبو علي مصطفى والشيخ أحمد يسين وعبد العزيز الرانتيسي وفتح الشقاقي قيادات الفصائل كلها عمليا اغتالتهم إسرائيل نعت حماس في بيان لها رئيس مكتبها السياسي وتعهدت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة بالرد قائلة إن العدو سيدفع سمن عدوانه على الفلسطينيين ووصفت الحركة اغتيال هنية بأنه حدث فارق وخطير ستكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها عامر تمام CGTN العربية